مرة أخرى كما قلت على فيديو الماضي الناس الآن لا يوجد اختلاف ما ستحدث الناس الذين يجريون على العلمانية يجريون أن يجريون على دولة ملحدة هنا 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 مثلا الإسلام أو الدين عن الدولة هنا هناك الكثير من البلدان الذين نحاول الإسلام عن الدولة سيتمشي بفونكسون طرطر بها وكين البلدان الذين لديهم الدين داخل في الدولة مهما كان الدين مسيحية بوذية أو بروتستان أو انجليكال مثل إنجليترا يعني داخلها لا يمكن أن تكون مثلا لا يمكن أن تكون 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 علماني بالصح تكون برسيدو يدير المصحف أو يدير مثلا للكنيسة هذو أشياء يديرهم برسيدو حسنا ما هي المصحة 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 يجب أن تفهم ما يكتبون في الدستور الإسلام بدين الدولة حسنا يجب أن يخرج هذا 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 لا ترى لا ترى في الدولة لا ترى لا ترى لذلك لذلك فقط لذلك لأن هنا نحن 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 لذلك مثلا الأحزاب السياسية في الجمعية أو الجمعية يدير القانون الأساسي ويدير مثلا حتى واحد لا يقرأي الستاتيو من موخه يروحوا إلى وزارة الداخلية تعطي له مكتب كل شيء فيه بالمواد ولا يروح مثلا إلى صادقه اللي عنده دجا القانون الأساسي والقانون الأساسي وكل هو يبدأ يغير يبدأ يغير مثلا جمعية فلاحية لذلك خيريا تبدأ تغير الأشياء اللي تغير فيها لذلك نقلنا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومبعدد هما عندهم الإسلام دين الدولة كوبينا هذك الإسلام دين الدولة بزاف البلدان اللي عندهم المادة ثانية هي الإسلام دين الدولة ولا في الخالج عندهم الإسلام في المادة الأولى لذلك اللي يستقلنوا قبلنا عندهم الإسلام كتبوا الدستور متو مثلا في مصر عندهم دستور هو قانون البريطاني تحت الإمبراطورية البريطانية 1923 وكتبوه فيه مثلا دخلوا وقع فيه الأمور هذي تعدين وبعد كي الصحوة هذك الدينية في مصر أخذت إتجاه يعني متعصب كي جاءوا هذو كل الوطنيين جمدوا بعض المواد بالصح ما زال هناك كوناس بش انت ترضي الشعب بتاعك لأن ممسي الناس اللي يطغيوا على هذو المنظمات الإسلامية هما متعصبين ممسي داهم من السجنيتو بالصح انت عندك شعب مسلم باش ترضيه تحطوا المواد هكذا باش ترضيه انتايا هكذاك وش سرات فينا حنايا ما تدرسناش ما تدرسناش الموقف في 63 أول مرة لي خرجنا حنايا قدرنا أول دستور أوكي لو كان نخممنا مليح مليح لأن نخموه للقدام اليوم اليوم الدولة الجزائرية راح يتغلق الكنائس مثلا هذو كل الناس كي يروحوا للأمم المتحدة ولا يبغاوا يديروا بلد وحدهم عندهم الحق لأن انتا تغيط عنهم يقول لك أنا يا الإسلام دين الدولة أنا وأخويا ما تشي مسلم لازم تعطيني حقي بغيت نقول لي رئيس الجمهورية علىها لا يتحرمني لحق العبادة بغا يصلي بالصح الناس ما تفهمش الانفصالين هذو الانفصالين هذو ما تشي فقط يجيك مصنعه ما تعطينوش مثلا اشياء هذو باش باش هو يلقى مثلا السبع اوكي مامسي انتا تحب الدين تاعك تحب الثقافة تاعك تحب اللغة تاعك بس هلازم تخمم بللي كين اشياء ممكن تكريد بروبلام في المستقبل اوكي لانا قلتكم الدين موجود في الدستور هذا لا يغير اي شيء في البرسوناليتي تاعك تروح تصلي تروح غدوه هكذا تدير لعيد تدير كل ما او كون طرع بطير تكون الانفصالين تاعك احسن لان هذا الانسان الذي دائما يسبك هذا الانسان ليس انتا اللي قصيتو ليس انتا الانس اللي وضعت الدستور هما اللي قصاوه اليوم كي تلقى في المنابر يسب مثلا المسلم الجزائيين يسبوه ليس انتا الانس اللي وضعت الدستور هذك وهي نحاته من نحاته من المصر سياسي لم يredit ليس انتا الانس لا يدخل اليوم يقضون تصلي هما اللي يدخل ليس انتا ليس انتا الانس لذلك السبب الامس هو البيبانجاء مغلوقين عليه في الالجيري لذلك تجد هذه الاسوسياشيون تعليزي فانجيت ينفذون فيهم لأنه على قبلهم بالله هذا ما يحاوثون يحاوثون وين يجدون ثغراء لذلك يجدون الناس مثلا يجدون الناس مثلا محرومين مثلا لكي يجدون الديانتهم ينفذون فرنسا ومريكا ودولز إيقليز ينفذون الكثير لكي يجبدون هذا الناس يجدون واحد منهم ومعشرة منهم يجدون الاشياء على الإيقليز يجدون مئة مئتين ويتبعون بارك اليوم اليوم يجب أن نفكره نفكره مليح مليح بذلك هذا هذا عنده أهمية وعنده فايدة وبالصح أو يكريب بزاف المشاكل الفيتور أنا درست أكثر من مرة هذا الموقف نفكره إنه يقول الواحد تحرموا أنتايا لكي يزوروا في بلاده لا تستطيع لأنه على أنتايا تتحبسوا واحد ليس يقول رئيس الجمهورية لأنه دياناتهم مختلفة نحن مثلا كنا أصدقاء تعالعراق بمديان في العراق تلقى الديانة ديانة مسلم مسيحي يهودي تلقى الديانة تلقى الديانة مثلا تلقى يكون رمضان إلا عندهم تعليم مرس تلقى يكون رمضان نعطي الله كاتدان تتاك يشوفوا مسيحي سمحنا نحن نقارن نفسنا إلى بلدان نقولوا مثلا عندنا نفس نفس نفسه اوكي مثلا تونس حتى الإسلام دين الدولة رقم واحد بالصح عندها لبار عندها لكبارة عندها لبرستيتيشون عندها عندها مثلا لتوريست أنت في رمضان لأن القهاوة محلولة في رمضان للزوتان محلولة في رمضان لذا عندها لا تطبيق لذلك لكي تكون تشبث لأن الإسلام دين الدولة كل شيء مغلوق بالصح أنت لازم تخمم على الاقتصاد تخمم مثلا هكذا إذا عايش في التوريزم يكون مشكلة أنا قلت لكم في الفيديو الماضي أهدرت على الفليو السوسيو على الألخول على الضرق كان بزف حوايج هذه واحدة مسكينة حجابية أفوكاد ذبحوها في طريق يجب أن نرى أسكو فريمو أسكو فريمو أنا ربي والشعب تروح للقرآن مثلا تقرأ هذا تقرأ أشياء مهمة من الإنسان الذي قرأ القرآن هذا أو يدير ويجب أن تقرأ أشياء أسكو فريمو إذا كان الدولة سيصالوا بشكل أنا قلت لكم هذا البند لا يجب أن تتقلق إذا كان موجود أو موجود يجب أن تتقلق إذا تقلق إذا كانت تقول لكم هذه الدولة دولة إسلامية ونرى الناس سوف يقوموا أشياء خيالية أشياء خيالية المنظر المدفة ونرى الناس لأن أنا أقول لكم الإسلام دين الدولة ودولة فيها المؤسسات الحكومة الشعب و الترطور و الإقليم الشعب هي كبير داخل الدولة و هذا الشعب كان مؤسسات و كذلك و كذلك فهناك مشكلة و كنت تقول لي مثلاً إسلام دين الدولة فهناك لا يجب أن تقرأ أي حزب طابع إسلامي لا يجب أن تقرأ أي حزب من طابع إسلامي كيف تدير؟ كيف تدير؟ الناس رأيهم يعملون في بالك هؤلاء الناس الذين وضعوا الأرتكال هذا أول مرة و لم يدروا إشتشارة الشعب لذلك الناس الذين يدروا الفيديو قال لك العلمانيين يريدون أن يديروا الجزائر يرجعوها ملحدة ومثلا يتغيروا وعلى إرادة الشعب لا هذا الأرتكال يضعوا بدون إرادة الشعب الشعب الذي خرج نصوى صنطروا للمجوريتي جاهل و يضعوا له أول مرة أول مرة القانون الأساسي الذي كان أول دستور في الجزائر بين سبعة وربعين وواحد وخمسين الناس جهالها يقرأوا القرآن ويقرأوا العربية 100 10% الذين تعرف تهدروا وتكتبوا وتقرأ 1% لذلك لديك 18% 89% من يعرفون يقرأوا و يقرأوا و لا يعرفون كذلك و لا يعرفون يقرأوا و يكتبوا و الناس ستتبعون اليوم في 2020 و بكل التقدم و العلمات و الناس لم يكن تفوطي و لم يكن تفوطي و هناك اناس اخرين يحتاج الدستور و انتعام الدستور هذا تشريه كما قلو واحد الباكاج و لا تشوف و لا تشوف هنا في امريكا يفوطي على القوانين لا يفوطي على القوانين نعم و لا يفوطي القوانين بلا لوا لذا يكون مثلا يكون لوا هكذا و بعد كوشي ياسور ناو ياسور ناو مثلا القانون الجديد هذا القانون الجديد هذا لذلك الناس يجب ان تفوطي قانون لا يفوطي لا يفوطي نعم أو لا لذا ، يجب أن ترى البعد الاقتصادي ما هي الأطباب سوف تجد من توريزم سوف تجد من توريزم أو سوف تغلق على الأبواب لذلك ، سيصالوا المشكل لأن الكثير من الليبية هم اللي حطوا بلد إسلامي ماذا تشوفوا بلد توريزم مثلاً الإمارات الإمارات ولا قطر المادة الأولى هي الإسلام دين الدولة ماذا تشوف أنتها تشوف أنتها وشراها في دبي وكيف هي عيشوا هي أمريكا لذلك الإمارات حقيقة هناك يعني مثلاً نقولوا على الأسرة وعلى الميرة في أمريكو لكن كيف ترح أنتها مثلاً في المدرسة في دبي هناك مدارس بريفي هناك مدارس إتاتي وكيف هناك الكريش لذلك الإمارات لا يذهب لك مثلاً ابنتك لا يذهب لك الإمارات لذلك مثلاً لا تريد أن أولدك يتعلم يصلي أو يتعلم مثلاً عذب القبر وكيف ترح أن تتعلم في أمريكو ويخرج لك في نفس البلد وليس استعلم أمريكو الأولاد يتعلم لذلك ويخصي أمريكو 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 يتعلم ويأتي أي شيء أخرى يكون ويأتي أمريكو لكي تصير المؤسسات الدولة لأن لديك لديك لغم قنبلة هذا يجب الكثير المشاكل ويجب أشياء مهمة حسناً أنتم لا انفصال هذا لا أنتم تستطيع تساعد هذا يأتي واحد مثلاً يخمم هكذا يقول هذا يجب مسيحي لا تستطيع تستطيع معه لأن هذا يستطيع أن يعيش كما يريد طموحات أو رئيس جمهورية عليها أنت تحب بالقانون هذا لذلك يجب نخم مليح مليح لذلك يجب نطرف الناس و يخرج بخارجة الانفصال و زيقليز يخرجونها أخي يريد الناس لا تتعرش بالكاين يهود في الجزائر اليوم بالصح لا يقومون بخبية يعيش بخبية على واحد يعيش بخبية وعلى لازم لازم نشوف مثلاً أنت تدير المادة 2 الإسلام دين الدولة ثم لا يوجد مكان في صنطر ويهدر اليهود ويهدر المسيح لأنه يكون في الدستوع لا يستطيع أن يذهب إلى الأمم المتحدة ثم يقول البلد الماء إكارتي إصلاً إصلاً أهدر 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 سيصل المسيح هنا نحن نحن نكتب مثلاً الجزائر الجمهورية الشعبية الديمقراطية وهذا الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية ويقول مثلاً تريطور واحد بعد أن ينفصل حسناً ثم ثم تعطي الواحد تقول أن لا تسلل في الدين ولا تسلل في اللغة ولا تسلل ولا تسلل لا تستطيع يجب الناس تقول أن لا تجعل هذه الفرعات واحد يستطيع حسناً نرى هذه وعندي مدة لا تشغل 2016 أو 2020 الذي قرأت في الدستور الجزائري الذي كان الكثير هناك منطقة لأن لدينا بودفليقة مثلاً بغاية في الحكم حسناً حسناً لكي يرضي لكي يرضي منطقة 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 في الحكومة منطقة فلابي لذلك يلعب بلدخل أشياء تفرح بهم لأن أنت أنت حزب إسلاموي أنت لا ترى حزب مثلاً مثلاً ترى إصلاح الشعب أو نجح الشعب لا أنت تستعمل الإسلام على باك ما يتبعوك لأن الناس لا يحمل الإسلام لا 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 ترى الناس في أمريكا تصليم تتعبد ومساجد ومساجد لا 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 ترى على الإسلام لكن الناس خافوا يوصل على الإسلام تتعبد على الإسلام المسلم لا هذا لا لا يتبع أي ما يريد في هذه تبدي الإنسان لا 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 الإسلام لا لا ك ويجب أن يكون هناك مدارة لذلك المسجد يكون لديه مدارة مدارة ليست تجارية ويجب أن تذهب لتعاونها لتعاونها لكن لتعاون المسجد أو لتعاون الكنيسة لا تستطيع لذلك مثلا في أمريكا الكنائس عندهم دراهم كبار هنا لأن هناك قانون يحمي الكنائس ويحمي عندهم قانون أنت مثلا كيكون بزاف دراهم عندك تكتبهم على اسم كنيسة لذلك لم يكن عليهم لذلك تجاون يخلق كنيسة على اسمه لكي يحمي الثروة هذه لذلك لا يحضرها معه يقولون وراءهم دراهم يقولون أنهم أعطيتهم كنيسة تسميها مثلا أي شيء ثم يخبئوا دراهم هم يكتبها على اسم أي كنيسة أو أي ديانة الدولة لا تترجم معها أي شيء حسنا لذلك الثروة لا تتعاون لذلك الناس يجتمعون لذلك في الجزائر الدولة تتعاون لذلك 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 تتعاون تتعاون لذلك تتعاون لذلك تتعاون لذلك الناس الآن يجب يحلوا عينهم على الأرتيكل هذا لديهم فوائد ومصائب لأن يجب يرفع قضية ويقولون لا تتعاون في أمريكا أصدقوا يجب أصدقوا 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 لذلك يجب لأن الناس يتبعون ويجب يجب ويجب أصدقوا أصدقوا في الإسلام لذلك الزوتان والطنوبيلات المنستير لأن السمي وضع نفسه كمتحدث باسم الناس والأخرين أنا دائما دائما انتهازي لأن 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 حتى واحد مبعثهم لتعاون لا 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 لأن نحن له حافظه ربي ينزل القرآن وأن نحن له حافظه الناس الذين يجريون وزعمهم هم الذين يخسروا الإسلام ويجب أن الناس لا يحربوا من الإسلام لذلك الذين تشدونها مثلا تشدونها في الارتكل 2 العربة هذه القومية تشدون بها أو متعصبين لذلك يحربوا الناس الناس يحربوا من هذه الوليجية ويقولون في الأولى الأخيرة تجدون الناس ويطلع وعندما تجدون الناس خارجية تستعمل هذا في الناس يقولون كيف لأن الناس ستحضر هناك الكثير من الحواجات ويقولون هذه الناس تشدون الناس تشدون الناس لذلك تشدون الناس ويقولون لذلك الناس التي تشدون الناس تشدون الناس تشدون الله نحن نرى تشدون الناس أمريكا ينبقى فرنسا ينبقى أمريكا ينبقى فهذا في أجلس مختلفة ينبقون ينبقون في العالم لكنهم ينبقون في الألغيري لأنه أعطيتهم لأنه أدخلهم لأنه يدخل في البلد لأنه يقول له لأنه يقول له أن هذا الإنسان لم يبقى كنسة لم يبقى كنسة لذلك هذا المشكل لأنه ينبقى منطقة معينة الذين لا يريدون الذين ينبقون لأنه ينبقون لأنه ينبقون ثم ينبقون هذا لأنه ينبقى كنسة في العاصمة ثلاثة بالصح هذا ليس كثيرا هذا ينبقون لأنه ينبقون لأنه ينبقون لكنه ينبقون لأنه ينبقون مثلا في لا ينبقون لا ينبقون في في منطقة داخلية كذلك يصبح المشكل لأنه ينبقون الإسلام دين الدولة يجب أن الناس تعرف فرنسا هي التي تكون في أول دستور حسنا حسنا؟ والجمعيات العلماء المسلمين لا يريد أن يكون فصل الدين على الدولة لأنه ينبقون أقليم منفصل على فرنسا مثلا فرنسا كما أنه ينبقون وكما أنه يتحرك في منطقة دائرة فرنسا 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 تتحرك أتحرك فرنسا على الوطنيين لا يوجد الوطنيين الذين خلقوا الأحزاب الباية وعندنا شيوعيين بالصح كشفت جمعية العلماء المسلمين التي تريد أن يأخذوا الإسلام لهم لذلك دخلنا إلى القانون الأساسي لذلك لذلك لا يتحرك في استقلال بين 47 حتى 51 كانوا يتحرك قانون أساسي لكي يدخلوا محمية فرنسية بالصح تبدلت الأوضاع يتجمد هذا في 51 وعندما 56 وعندما يتجمد 56 وعندما يتجمد الثاني فرحة عباس وعندما يتجمد وعندما كان الإستقلال والإستقلال وعندما وعندما يتجمد وعندما يتجمد وعندما يتجمد في إفريقيا وعندما في فرنسا يتجمد يتجمد وعندما من الجنس ويقول أنت أفضل من الجنس ويخلق في 1923 من 1923 1946 49 56 المشاكل هذه بيناتنا ما خلاصوش حتى وينينا 63 65 76 المشاكل هذه كل واحد بغي يدين حكم الاختلاف مقبل هناك بصمة فرنسية قبل الحرب وبعد الاستقلال لدينا كل واحد كل واحد منهم جاء حسنا لذا كنت ترضي هذا كل واحد ودخلوه في الكنستيطيسيون كنت ترضي هذا ايه الكميونيستادو راحوا مع الاشتراكيين مع اي تحمديتو والاخرين راحوا مع بنبلة وبنبلة كي جابوا بمدين كنت ترى كنت ترى كل واحد لديه مصلحة لذلك يشد الحكم يدخل الدستور ويضع البصمة في الدستور كنت ترى كنت ترى في المادة الأولى والثانية والثالثة ترى كنت ترى كنت ترى كنت ترى كنت ترى في الدستور يحمي أي موجود مولود جزائري كنت ترى في بلدان عربية كنت ترى كنت ترى كنت ترى كنت ترى ما ترى كانت ترى كنت ترى كنت ترى أمام الموجودة أو كنت ترى كنت ترى لدي ديانات أخرى كمان البلدان اللي عندهم الأرمن والأتراك والسنة والشيعة أو حسنا لازم نشوف كيف نضع شيئا لأن نشوف للمستقبل سيفري خفض خرجنا من دولة مستعمرة مسيحية ثم نشوف هذا البلد على فرنسا يجب أن نضع الإسلام دين الدولة في وجه فرنسا بعد فرنسا هذه مدى بها هي توضع فقط الإسلام دين الدولة الجزائرية ومن بعد تنفستي لك في جهة واحدة أخرى تبدأ من 47 حتى 49 كانت تنفستي في جهة لكي تخلقهم ضد الدولة الجزائرية لذلك تعتد لها مدى بها هي مدى بها تكون الجزائر مثلاً محادية إلى عنصر معين من المجتمع لكي تقسم عنصر آخر ومن بعد لفرنسا تلعب ذلك لفرنسا هذه هي شوالتها كي تعطي لها انتايا الفرصة الفرصة تلعب لك بالأي حاجة تلقاها اليوم تعطيها الفرصة مرة أخرى رح يتلعبها لك بأن لازم اليوم اليوم الشعب الجزائري يتفطن كي يدير حاجة لا يدير حاجة لا يدير حاجة لا هذا الرئيس 2 إذا تضع معهد أخرى سوف تتعلق الكثير من المشكلة لأن لا يدير حاجة لا يدير حاجة ومن بعد تغلق هذا على اللغة تغلق هذا على العرق تدخلهم اي حاجة تدخلها هذك الناس يشوفوا باللي الزبارتين اللي طه هذك ثم بعد خلاص حتى واحد ما يدخل يقول لك كيف روح للي نسيون زوني والله روح للمعطوه والله روح للمريخ يقول لك كيف كيف تحمي أي واحد أي واحد هذه هي القانون الأعلان في البلاد لما يحميش دعوشكين أنا قلت لكم كيف تقول الإسلام دين الدولة ولا أي دين أوكي كيف توضعوه هكذا لازم يحمي المجتمع كامل لأن المؤسسات الدولة هي المؤسسات الحكومة الشعب والإقليم يحمي الإقليم يحمي الشعب والشعب والشعب بكل مكوناته الشعب تقديك تلقى فيه الملحن تلقى فيه المؤمين تلقى فيه الشوي تلقى فيه القبيلي تلقى فيه العربي و هل تجد فيه كل شيء اليوم نتساءل هل تصبح هل تقوم بعمل هذا المصدر هل تفعل بأنه هل تخلص لها إلى الملح أم لا تصبح أم لا أنا أخبركم سلكمون هناك بعض الناس يستغلوا الفرص يستغلوا الفرص و الآن تشوف الناس من برعة من فرنسا يجيب لك هذا مؤتمر الأمة لأن كي تقول أمة الأمة هي أفراد ناس اللي تشاركهم ثقافة معينة نفس الثقافة والديانة معينة نفس الديانة أنت مثلا كي تختار لإسلام لأن داخل الشعب الواحد تقدر تلقى أمة متصلة مع هذه الأمة الإسلامية تقدر تلقى أمة في نفس الشعب متصلة مع ديانة أخرى سوف يدخلينك دخلينك و ناس وحد أخرين باسم هذا الدين اللي موجود في بلدان عديدة و بعد أنت تتصل معاهم لأن أفراد هذه الأمة يكون معاهم خاصية معينة هي الهوية أو الدين أو اللغة لذلك أنت توصف روحك بل أنك تنتمي إلى هذه الأمة بعد وحد آخر يخرج لك هكذا يقولك أنا ما ندميش إلى هذه الأمة أنا ننتمي إلى أمة أخرى شفتو أنه وصلنا لأن بعض الأمة يقدر يخرج من التاريطور يقدر يخرج من الإقليم بعض الأمة أوكي لأن نفس الشعب داخل إقليم واحد الشعب هذا يكون عنده دي جروب إثني أو دي جروب هكذا يقدر يكون عندهم علاقة مع دوتر جروب خارج الوطن وهذا يؤثر سلبا على استقرار الدولة دولتها تكون مستقرة ترقى أونس عندهم مثلا مع الهوية وعندهم مثلا العالم تاهم دونك متصلين بالهوية هذا مع أمة أخرى وبعد ترقى أمة هذه بالدين ممكن ممكن في أمة أخرى داخل داخل الشعب الواحد دونك دونك انتايا تقول لي ما تقضي تعوطن الناس رحي تحارب تستعمل تستعمل هذا البند الثاني تاعك باش باش تجيب لك فروشي واحد آخر ولا تخرج لك لأن تقول لك بالبند الأول البند الأول ما تشوفوش قاع الجمهورية الجزائية تشوف البند الثاني والبند الثالث أنا أنت همي لغويا ولا دينيا إلى أمة أخرى أوسع من الوطن لا يخممش على بلادك لا يخممش على الدرابوت تاعتك يشوفوا أن الأمة هذه كبيرة يتصل معاهم الآن تشتد هذا تشتد هذا الذي رأنا لديناه ومن بعد الناس يأخذوا مثلا يحسبوا عدد المسلمين في العالم يشوفوا يأخذوا هذا البند الثاني البند الثاني من الجزائر الجزائر عندها 48 مليون يأخذوا 48 مليون يحطوها في عدد المسلمين يديروا نفس الشي في العالم تركي يديروا نفس الشي يشوفوا الإسلام دين الدولة سوف انت بلد مسلم سوف انت ديقاء الشعب نحطوه في النميرو هذا المليار وخمسمية هذا بس حقيقة مليار وخمسمية كان أقل لأن انت تديت قاع الشعب هذك لنميرو هذك قاع الشعب هذك ديتو حقيقة في نفس الوطن محي مسلمين المهم تهلا وفير وحتكم هذي فقط دي زوبينيو برسونال الله يجيب الخير هذا ما شاب والسلام